النذر المباح وذلك أن ينذر على شيء مباح كأن يقول نذر عليك أن لا ألبس هذا الشوء فأراد أن يلبسه فله أن يلبسه ويكفر كفارة يمين وله أن لا يلبسه وهذا هو القول الراجح من أن عليه كفارة يمين إذا خالف هذا النذر وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا كفارة عليه وشأنه في هذا القول رحمه الله كشأنه في قوله من أن نذر المعصية لا كفارة فيه ويسدل بما جاء في صيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد قام في الشمس ولم يستضل فقال عليه الصلاة والسلام من هذا فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقوم وأن لا يتكلم فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صومه فقال رحمه الله إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر كفارة ونحن نقول إن عدم ذكرها في هذا الحديث لا يدل على إسقاطها فوجوبها من طريق آخر ترجمة نانسي قنقر